بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أهلا بكم في الوحدة الخامسة من مقرر طرق تدريس اللغة العربية عنوانها طرق تدريس التعبير الشفهي نبدأ دراسة هذه الوحدة بالتوقف أمام الموضوعات الأساسية التي تتناولها تشمل هذه الوحدة ما يلي أولا تعريف التعبير الشفهي ثانيا مناقشة أهمية التعبير الشفهي ثالثا بيان أهداف تعليم التعبير الشفهي ثم التوقف أمام أنواع التعبير الشفهي ومجالاته المختلفة ثم مناقشة أسباب ضعف الطلاب فيه وأهم المهارات المرتبطة به وكيفية تعليمه وما للسراتيجيات المختلفة المستخدمة في هذا السياق وكيفية تقويم مهارات التعبير الشفهي هذه هي أهم الموضوعات التي نتناولها في هذه الوحدة